اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة للتعليم الصناعي في مادة من المواد المهمة مادة المعدات الصف الاول النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تخصص التركو مادة المعدات الصف الاول المادة دي زي ما اتفقنا في الحلقات السابقة هي مادة مهمة جدا بساعدني على نقل خبرة مهمة جدا من المدرسين الموجودة عندي داخل الورشة وداخل النظري في ان انا اتعرف على الادوات والمعدات اللي انا بستخدمها وبالتالي زي ما اتفقنا هي بتاهني لسوق العمل ان انا قدر اشتغل في اي وظيفة تجيني في اي مصنع خاص بالتخصص بتاعي غير ان المادة دي كمان منتشرة يعني هي موجودة في كل التخصصات لاهميتها لان هي لو اتكلمنا بقول معدات او الات يعني هي اللي بتعرفني على الادوات اللي انا بستخدمها داخل اي تخصص وخاصة اذا كان تخصص التركو او الملابس الجهزة وبالتالي انا بقدر اكتسب الخبرة او بقدر اكتسب المعلومات اللي تفدني في ان انا اقدر اشتغل بهذه المعدات في اي مكان تاني بعد انتهاء الدراسة بتاعتي خاصة ان هذه المادة بتكمل معايا في قولة وتانية وتالتة يعني في مواد بتبقى معايا في قولة وتانية بس في مواد بتنتهي في قولة وما بتطلعش معايا في تانية وتالتة الا مادة المعدات لان هي تعتبر من المواد التخصص المهمة جدا عشان هي اصلا اللي بتعرفني وتخليني كمان اقدر افرق بين تخصص واخر لان انا لو دخلت ورشة تريكو هقول دي تريكو لو دخلت اي ورشة تانية في تخصص تاني نتيجة ان انا عارفة المعدات بتاعتي هقول لا دي مش الورشة بتاعتي يبقى مادة المعدات هي مادة مهمة جدا كنا في الحلقات السابقة خدنا ان انا اول حاجة بدرسها في الصف الاول الترمي الاول هي الادوات اللي بتستخدم داخل ورشة الملابس الجهزة والتريكو وهي اول حاجة عندي علشان اوصل بقطعة اماش وحولها الى قطعة موديل مثلا اختاره فانا بمر بمراحل واتفقنا ان المراحل دي مجموعة من الخطوات كان منها ادوات قياس كان منها ادوات قص كان منها ادوات اخذ علامات كان منها ادوات كي وكان منها كمان ادوات خياطة هناخدها بعد كده الى اخره فاحنا درسنا في الحلقة السابقة ادوات الكي وقلنا ان انا عندي مجموعة من ادوات الكي او بمعنى صح المكاوي اللي بيتم استخدامها واتكلمنا عنها وشفناها وعرفنا القاعدة كمان العامة لاستخدام عملية الكي وقدي ايه ان مرحلة الكي كانت مهمة جدا ما ينفعش الاستغناء عنها نهائي اثناء عملية التفصيل برغم ان في بعض الناس كانت تعتقد غير ذلك تيالي بعد ما خدنا في الحلقات السابقة لانها لقدي لها اهمية كبيرة جدا وعرفنا مميزاتها النهاردة ان شاء الله هنبتدي ناخد باقي اجزاء مرحلة الكي ونتعلم اكتر ونستفاد اكتر تعالوا نفتكر مع بعض كده اللي خدناه في الحلقات السابقة احنا خدنا شكل المكاوي قلنا انا عندي المكوى الكهربائية العادية وقلنا كمان ان انا عندي المكوى الكهربائية اللي هي بمؤشر زادت عن المكوى الكهربائية العادية وتكلمنا كمان عن المكوى الكهربائية اللي بالبخار وقلنا انه بيزيد عنها ان هي موجود فيها اللتر اللي بتحط فيه أو الخزان اللي بتحط فيه مجموعة من المياه علشان يطلع لي مجموعة من بخار الماء اللي بيساعد فيه عملية الكي وتكلمنا ساعتها كمان عن المكوى البخار اللي هي اليدوية والمكوى البخار اللي سطحها من التفيل تعالوا بقى النهاردة ناخد موضوع مهم جدا وهو الأدوات المساعدة للكي فانا استغربت كده هو مش هي كل اللي بستخدمه هي المكوى أيا كانت نوع بقى المكوى من الأنواع اللي احنا تعلمناها وخدناها في الحلقات السابقة لا أنا لازم يا سنة أقول يبقى معايا أو عندي أدوات تساعدني في مرحلة أو في عملية الكي إيه الأدوات دي هو احنا في البيت خلينا في البيت قبل ما نخش الورشة مش بنستخدم عندنا طرابست الكي صح صح أهدي من الأدوات المساعدة للكي نفس الكلام أنا لو دخلت الورشة بتاعتي ولقيت مرحلة الكي موجودة في هذه الورشة هلاقي أني موجودة عندي حامل الكي اللي هي بسميها منضضة الكي المنضضة دي بستخدمها علشان أفرد عليها القطع بتاعتي الملبوسات بتاعتي وابتدي أكوى عليها لأن هي بتساعدني على عملية الكي مش كده بس أنا ممكن أحطها في أماكن مختلفة تمام يبقى من أول حاجة من أدوات المساعدة في عملية الكي التي يجب أن تتوفر هو حامل الكي ولما أجي أتكلم عنه هو عبارة عن لوحة من الخشب أو المعدن مستطيلة الشكل مدببة من أحد طرفيها ومربعة من الطرف الآخر تغطى بطبقة من اللبات وفوقها طبقة من القطن سمكها من 2 ل 3 سنطي ثم طبقة من التيل أو الضمور يبقى أنا دلوقتي بشرح منضط الكي أو حامل الكي اللي هو من الأدوات المساعدة للكي شكله إيه؟ كلنا نتخيل الترابيز إحنا بنقول عليها الترابيزة اللي أنت بتستخدمها في البيت هالترابيزة إيه؟ الكي هي عبارة عن إيه؟ لو بصينا هللاقي أن هي إما تصنع من الخشب وبقى من المعدن وهي من الخشب أكتر هللاقي عبارة عن شكل مستطيل مربعة الشكل من جهة والجهة الأخرى مدببة الشكل ومغطة بطبقة من اللبات أو طبقة من التيل أو الضمور بمعنى أصح ليه؟ علشان بيتحمل درجات الحرارة العالية طبعا إحنا لو شفناها هنشوفها دلوقتي هنلاقي لها أرجل الأرجل دي بساعد على أن هي تبقى ثابتة قدامي أثناء عملية الكي يوجد كمان فيها مجموعة من حوامل أخرى تغطى بطبقة من وماشي يعني فيه أنواع تاني للحوامل غير أن هي يعني أنا عندي الحامل ده مستطيل الشكل ومربع الشكل من طرف ومدبب من طرف آخر فيه كمان أشكال تانية ومقاسات تانية فيه مقاسات كبيرة فيه مقاسات صغيرة وخلي بالكوا الطبقة اللي هي محطوطة على حامل الكي هي طبقة من اللبات الطبقة دي بتبقى من 2 ل 3 سنتي أو حسب نوع الشركة المنتجة ليها تمام؟ عشان ما يبقاش الموضوع إيه؟ يعني حادة أثناء عملية الإيه؟ عملية الفرد فبيقول لي أن أنا موجودة عندي مجموعة من الحوامل يختلف أشكالها ويختلف مساحتها حسب نوع إيه؟ الطراز أو الشركة المنتجة لها يبقى يوجد حوامل أخرى تغطى بطبقة من القماش المقاوم للإحتراق ده ضروري جدا فوق الطبقة من الأسفنج وبترفع اللوحة على أربع أرجل تصنع من الخشب أو السلط هنبص مع بعض كده ونشوف شكل هذه اللوحة شايفين اتفردت إزاي؟ تاني أنا يعيدها تاني شايفين؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ اللوحة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أرجل هي من الخشب شايفين القاعدة هي اللي بتحمل أيها بصو إيه اللي هي رفعته ده؟ أثناء استخدام هذه اللوحة هي رفعت بصو المكان ده اللي بتوضع فيه المكوى لو أنا بستريح علشان خاطر هفرد القطع بتاعتي أي الأرجل هي بتاعتها تصنع من الحديد تصنع من الحديد زي ما احنا شايفين القاعدة هي موجودة قدامي مدببة من الأمام ومستطيلة من النحية التانية طبعا المقاسات بتاعتها هي زي شايفين؟ مربعة الشكل من هذا الطرف ببتدي أفرد عندي الأرجل بتاعتها أو القوائب وافرد عليها القطعة المرادكية شايفيني النحية دي؟ النحية دي بتبقى مدببة والنحية دي مستطيلة الحامل اللي موجودة على جنبي دايسة أولى هو لوضع المكوى لو أنا مثلا هشيل قطعة وحط قطعة أخرى شايفينها كلنا مع بعض ده المكان ده أنا بحط فيه المكوى لو أنا هفصل بين قطعة وأخرى أو لو أنا كويت جزء وبعدين شايفين أنا فردت القميس عايزة أفرد الميزة بقى في الحامل دايسة أنا أقولها إن أنا بعرف أحول يعني مثلا من الجنبي دا للجنبي دا من الظهر للأمام من أعلى الأسفل فهي دي بتديني سهولة بحيث إن الجزء اللي أنا عملته أو اللي أنا كويته ما يتكرمشش أثناء ما أنا عمالة أحول الأجزاء وزي ما إحنا شايفين قاعدة من المعدن أرجل زي ما إحنا شايفين كده وطبعا في أعلى القطعة بتاعت دي اللي هي بيثبت فيها دي بقى القطعة اللي بقول لكم من 2 ل 3 سنتي أو 4 سنتي من اللبات والمتغطي بها دي إما من الضمور أو من التيل وأهم حاجة إن يكون عندي إن يكون عندي يعني يتحمل درجة الحرارة العالية إيبقى اتفقنا إحنا شفنا حامل الكي عندي لأنه هو عبارة عن مستطيل من طرف هو مربع الشكل أو مستطيل الشكل من الطرف الآخر مدبب في عندي حوامل لي عشان يبقى ثابت بقوائم ترفعه لي وتبقى في المستوى بتاعه عشان سهولة الكي أو ما يسبب ليش ألم في الضار أثناء الكي عندي حامل جانبي صغير كده شبه الشبكة ده بحط عليه المكوى أثناء الكي عبال مغير جزء من الأجزاء القطعة اللي أنا بكوية أو إن أنا أحط قطعة واشير قطعة تانية في بعض حوامل الكي بيبقى موصل فيها سلك وفيشة يعني مش كل حوامل الكي بيبقى نفس الشكل في بعض الحوامل بلاحظ إن هي موجود فيها فيشة وسلك ده علشان لو الفيشة مثلا بتاعت الكهرباء بعيدة شوية فبنوصل الفيشة بتاعت الكهرباء والفيشة الموجودة عندي في الحامل بيتوصل فيها الفيشة بتاعت الكهرباء المكوى الأساسية وبالتالي المكوى بتبقى قريبة سلكها بيبقى مناسب فبقدر أتحرك بيها على الحامل ميزة الحامل ده سنقول قبل ما نتكلم ونشوف هو بيعمل إيه أثناء كي القطع بتاعتي أنا مثلا عندي الجنب ده فبقدر أنزله وأكوي الجنب بتاعي وارجع مرة تاني أجيب مثلا الخلف وبعدين أجيب الجنب التاني وبعد كده ممكن أعدله وأبتدي أكوي الأمام اللوحة بتاعت الكي بتساعدني على إن أنا أقدر أمرر أو ألف القطع بتاعتي اللي أنا عايز أكويها بسهولة لو أنا مش بكوي على حامل الكي ولو أنا مثلا مثلا على أي طرابز عادية بأي شكل كان أو على الأرض هلاقي نفسي القطع اللي كوتها تانيتها على القطع اللي عايزة كوية هبص ألاقي كل ما خلص القطع اللي كوتها الكرميش التاني وما فيش تغيير لا من أدوات المساعدة للكي هو حامل الكي اللي بيختلف شكله ولكن الفكرة العامة لي هي واحدة سهولة الكي وسهولة استخدام القطع اللي بكوية وتحركها بمنتهى السهولة يبقى هنقول مميزتها أول حاجة يسمح بالكي الملابس بسهولة الملابس بتتكوي على طبقة واحدة توفير الوقت والجهد يمكن طيه بعد الانتهاء من الكي وبيبلغ ارتفاع لوحة الكي 80 سنتي تانية سنة أولى لوحة الكي الارتفاع ده مش احنا شفنا فيديو دلوقتي وإحنا بنفتح الأرجل بتاعتها عشان نفردها الارتفاع من الأرض لغاية الحامل بتاع الكي بتاعي 80 سنتي طب عايزيني نشوف مع بعضي كده شكل لو أنا باكول قطعة بتساعدني في ايه أو بيساعدني في ايه حامل الكي بتاعي لاحظ كده باكول قطعة بمنتهى السهولة جدا بحرك المكوى بمنتهى السهولة اقدر اشيل القطعة واتنيها وكويها وافرد اي قطعة تانية شوفوا القطعة بتبقى متدلزة يعني نزلة ومش متكرمشة على بعضها اكول قيدي لأساور بتاعت القمصان بمنتهى السهولة بساعدني في ده طبعا الطبقة الرمادي اللي قصادي دي دي الطبقة اللي متغطي بيها اللي بتتحمل درجة الحرارة لاحظوا انا كويتي القم بمنتهى السهولة ازاي قدي ايه بساعدني عشان كده بقول من الادوات اللي بتساعد على الكي قدي ايه يا ساعدتني بصوا هيعمل ايه هيقدر يحول اجزاء القطعة اللي بيكويها بمنتهى السهولة دخل القمص في الجزء المدبب وهي دي الميزة انا مش عاملة الحامل الكي ده مدبب من الامام عشان انا غوية الشكل ده لا بيبقى الغرض الغرض ده زي ما انتو شايفين كده اقدر ادخل القطعة اللي انا عايزة كويها بسهولة داخل هذا الجزء المدبب وبالتالي اقدر اكوي الجزء ده بص بقى لما جينا نكوي الحتة اللي فيها الزراير حصل ايه شايفين فرد القطعة كلها على بعضها وابتدى يكوي بمنتهى الحرص وعايزة بقى ايه انا هوقف كده الفيديو عشان نرجع بس وهنرجع له تاني الفيديو بس انا عايزة اقوله على حتة مهمة هنا لاحظته هو عمل ايه هو فرد الجزء اللي في الزراير وابتدى يكوي بس بجوار الزراير دي ليه؟ برافو لما كنا بنكلم عن القاعدة العامة للكي كنا بنقول اسناء الكي نلاحظ ان لو موجود عندي دبوس انزعه اشيله لان لو انا كويت والدبوس ده موجود ايه اللي هيحصل؟ برافو انا سمعاكم هيحصل بصمة للمكوى يعني الدبوس ده لو شلتيه هتلاقي فيه شكل للدبوس جوه القطعة بتاعتي هنا هو نفس الفكرة هو عمل ايه؟ فرد القطعة بتاعة الزراير وابتدى يكوي بجوار الزراير ليه؟ علشان لو دس على الزرار بالمكوى الزرار هيعمل مكان في القميس يبينه على انه عيب مش هيبينه على انه ايه؟ نيزة هنكمل مع بعض الفيديو بتاعنا ونشوف بقية مرحلة الكي ادي الاساور ايه زي ما قلنا تمام؟ ابتدى يكوي بمنتهى السهولة هيقلب دلوقتي القميس ويكوي برضو شايفين قد ايه؟ انه بيبقى سال لو لاحظتوا هنا المكوى يعني محتوط الفيشة بتاعتها في الفيشة المزودة بيها لوحة الكوم في بعض لوحات الكي بيبقى موجود فيها الفيشة زي ما قلنا ابتدى هوي شايفين الجزء المدبب دخل فيه القطع اللي هو عايز يكوي اللي هي مثلا شايفين ايه؟ المقدمة بتاعت القميس من اعلى الظهر بتاعت القميس كواب منتهى السهولة بيحول القطع بمنتهى السهولة بيساعدني قد ايه؟ لوحة الكي او المنضادة بتاعت الكي اللي ارتفاها 80% قد ايه؟ بيساعدني على ان انا حرك القطع بتاعتي جي عند المرحلة بتاعة القميس ابتدى يفردها ويكوي القميس بتاعي بجوار الزرائر ممشيش على الزرائر بالمكوى علشان ده ما يسببش بصمة للمكوى او للزرار داخل القطع بتاعتي انتهى السهولة جدا شايفين ده بيساعدني لوحة الكي في ان افرد القطع لان لو مش لوحة الكي اللي هيحصل ان القطع تتحط على اجزاء بتاعتها ومن الكي بتاعها يروح وبص الاقي ان انا عمال اتعب وضيع وقت وفي الاخر ما فيش نتيجة انما من مميزات لوحة الكي ان هي بتحافظ على الوقت توفره لي وكمان بتوفر الجهد وبتوفر لي التعب لان هي مرتفعة فهتخليني قائم الزاوية مش هتخليني سنقولة تاني دهري واسناء ما انا بكوي لو تاني الدهري انتوا عارفين ده بيسبب الم قدي ايه يبقى اول حاجة من الادوات المساعدة وحامل الكي او لوحة الكي وشوفنا شكلها تاني حاجة على طول لوحة الكي المسطح ودود شبه بعض اوي ليه لان هو هو يعني زي بعض الفرق ان لوحة الكي المسطح ملهاش ارجل ولا قعدة يعني ما بتتفرتش ده هي اللوحة اللي فوق دي شوفتوا انتم في حامل الكي ان فيه لوحة كده اللي هي فوق دي والارجل بتاعتها تمام هنا بقى في لوحة الكي المسطح ده مش موجود مش موجود ارجل هي اللوحة دي بس ليه لان ممكن يكون المكان عندي مش هيسمحلي ان يكون عندي حامل كي بارجل مش هيسمحلي طب خلاص يبقى انا سهل الحامل ده ان انا اشيله خاصة ان هو خفيف فقدر ان انا استخدمه برضو واشيله واناقله من مكان لمكان وحطه على طربيزة احطه على مكان يكون ايه مرتفع يبقى تعالوا نتكلم عن لوحة الكي المسطح هي عبارة عن لوحة من الخشب مدبب من احد طرف بص لحظوا نفس الكلام مدبب من احد طرفي ومربع او مستدير من الطرف الاخر يبقى لوحة الكي المسطح هي تشبه لوحة الكي العادية اللي هي بارجل الفرق بينهم بس انه مفيش هنا ايه ارجل ليس لها ارجل وقابل للحمل ويوضع فوق المنددة وذلك يوفر مساحة فهو يساعد فيه اجراء عملية الكي اثناء خطوات الحياكة يبقى انا دلوقتي لو جيت سألت سؤال وقلت هو ايه الفرق باللوحة الكي المسطحة وباللوحة الكي العادية هقولي ان لوحة الكي العادية لها ارجل اما لوحة الكي المسطحة ليس لها ارجل ليه عشان انا بتعامل مع مساحة موجودة عندي داخل الورشة فلو الورشة ما تستحملش مساحة ان المكوى دي يكون فيه ارجل فتتفرد فتشاخد مساحة من الورشة فانا ممكن استخدم حامل الكي وممكن بسهولة جدا احركه من مكان لاخر وممكن بسهولة تانية احطه على اي جزء انا ممكن احطه على منضط التفصيل فاكرين لما اخدنا منضط التفصيل وقلنا ان هي مسطحة ممكن احط حامل الكي عليها واكوي دي برضو هتبقى سهلة تمام تمام بصوا كده معايا اهو دي صورة لحامل الكي زي ما احنا شايفين نفس الشكل بالضبط موجود هنا مربع الشكل من هذا الاتجاه ومن ناحية تانية مدبب دي مش ارجل زي حامل الكي دي حوامل بسيطة عشان اقدر اسبت هذا الحامل على ترابيزة على الارض اقدر اسبته في اي مكان بمحطوص زي بالضبط لما نيجي نسبت اللاب في ناس بيبقى عندها حامل للاب هو الحامل ده ممكن احطه فوق الرجل ممكن احطه فوق الترابيزة ما بيبقاش لي ارجل قد مليه حوامل بس تكون ايه صغيرة تمام تاني حاجة من الادوات او تالت حاجة من الادوات المساعدة للكي هو وسادة الكي والوسادة دي هنلاقي لها استخدامات كتير جدا اولا ده شكلها زي ما احنا شايفين شكلها بيختلف ممكن من مكان لمكان من انتاج لانتاج يعني ده مثلا مغطاة بطبقة مشجرة مثلا معمولة على هيئة مربعات هنا مغطاة بطبقة سادة ولكن الغرض منها وسادة الكي ايه اولا تستخدم عند كي المناطق التي تحتاج الى تشكيل زي الخياطات المنحنية او البنسات او الاكوان تاني وسادة الكي نلاحظ كده مع بعض هنقول ان هي تستخدم لكي المناطق اللي بتحتاج تشكيل يعني ايه المناطق اللي بتحتاج تشكيل يعني ممكن يبقى موجود عندي سنايات فانا محتاج ان انا اتني التانية دي عشان اكوي عليها يبقى في الحالة دي انا هستخدم وسادة الكي في بعض الحتة بيبقى فيها اكوال يعني في بعض القطع اللي هي بيتم ارتداءها فيها كولة كلنا عارفيني الكولة طبعا الكولة اللي هي الياءة فانا محتاج اعمل ايه في الكولة دي ان انا اكويها فبحتاج وسادة الكي علشان احط الاكوال عليها وابتدي اعمل ايه ابتدي اكوي هذه الاكوال يبقى هي وسادة مغطاة برضو بطبقة من القماش اللي بيقدر يتحمل درجات الحرارة العليا وفي نفس الوقت انه هو بيبقى سهل وخفيف وصغيرا على قد القطع اللي بتبقى محتاجة تشكيل زي السنايات وزي الايه وزي الاكوال ايه كمان يوجد منها نوعين يعني وسادة الكيدي في منها نوعين الاولى وسادة صلبة زاد ارقان مستديرة يبقى اول نوع عندي اللي هو الصلب اللي ليه رقن مستدير وبيكون احد وجهيها وماش كطني يكون الوجه الاخر من الصوف للاحتفاظ بكمية اكبر من البخار يبقى انا عندي هنا نوعين لوسادة الكيدي النوع الاول بيبقى صلب وارقانه مستديرة ووجه من الوجهين بتوعه بيبقى من القطن والوجه التاني بيبقى من الصوف عشان يحتفظ بكمية كبيرة من البخار ده النوع الاول طب النوع التاني النوع التاني وسادة تشبه الاولى تماما الا انها تستخدم في كي المناطق الصغيرة والضيقة التي يسعب الوصول اليها ويتم الامساك بها وادخال اليد بداخلها لما جينا شفنا شكل الوسادة الكي في الاول كان فيه اتنين فوق بعضهم واحدة اللي هي على شكل مربعات والتانية اللي هي سادة ولكن لاحظنا ان فيها زي الجراب كده زي ما كان ادخل في ايديها ليه لان وسادة الكي هي نوعين واحدة صلبة تمام ودي بتستخدم في الاماكن زي الاكوال قلنا او الاماكن اللي فيها تشكيل شوية والتانية اللي هي شبه الاولى بالضبط ولكن الزيادة فيها ان هي بتستخدم في الاماكن الضيقة اللي صعب بالوسادة الاولانية الصلبة ان هي تدخل فيه لان انا عندي بعمل ايه بحطي ايدي داخل الوسادة التانية دي اللي هو النوع التاني عشان اقدر ادخلها في الاماكن الدايئة اللي يصوب على الوسادة الاولى ان هي تدخل فيها واحنا اتفقنا ان احد وجهي هزي الوسادة تكون مصنوع من القطن والوجه الاخر مصنوع من الصوف وهنا بنستغرب ليه لان انا بستخدمها مع المكوى البخار فانا عايز الوجه اللي بيصنع من الصوف يقدر يتحمل البخار اللي خارج عليه فيحتفظ بي اكبر مدة ايه ممكنة طب عندي ايه كمان الفضرة لو تفتكروا لما كنا شغالين وكنا بنقول ان انا عندي انواع للمكاوي كنا بنتكلم ان اثناء الكي انا بستخدم الفضرة وقلتلكوا ان في الحلقات القادمة هنتكلم عن الادوات المساعدة للكي ومنها الفضرة الفضرة دي هي قطعة من القماش الرقيق بستخدمه في ايه ان انا لو عندي انتوا فاكرين من قواعد الكي كنا بنقول ان لا يصح ان احنا نكوي اي قطع على وجهها احنا نكوي اي قطع على الدار وقلنا ممكن يجيني السؤال ليه او اذكر السبب هقوله علشان مسببش لمعة لهذه القطعة واللمعة دي غير مستحبة وتظهر هذه القطعة لانها قطعة ايه قديمة فانا هنا بقى هعمل ايه انا مش عايز اكويها على ظهرها خلاص تمام من الادوات المساعدة للكي ان انا استخدم قطعة تسمى الفضرة وهذه القطعة عبارة عن قماش رقيق جدا شبه القماش الشاش رقيقة جدا بس هي كل اللي بتعمله ان بتمنع ان قطعة القماش المراد كيها يحصل لها عملية ايه اللمعة دي لان سطح المكوى بيبقى ايه ساخن وفي نفس الوقت املس فلو القماش دي من انواع القماش اللي اولا بحط عليه المكوى يعمل ايه يديني اللمعة الغير مرغوبة فانا بحط عليه الفضرة وزي ما احنا شايفين الصورة بتاعتها قدامنا هي عبارة عن ايه بصوا كده معايا قطعة من القماش تمام القطعة دي خفيفة جدا ده هي ليه بينات الى كده لانها متطبقة القطعة عشان متطبقة فهي زي ما انتوا شايفينها تقيلة كده توضع فوق القماش المطلوب كيو لمنع اللمعة الناتجة عن حرارة المكوى وشفافية الفضرة تسمح برؤية القماش تحتها يعني مش كده وبس انا مش عاملها خفيفة كده علشان انا مثلا غاوي ان انا لا لكل حاجة ياولاد سبب فهي خفيفة ليه عشان اشوف المشغولات اللي انا بقوم بكيا وبالتالي اقدر اعرف ان القماشة دي ايه اللي حصل لها اتفردت القصرة بتاعتها لان لو كانت الفضرة دي من قماشة تقيلة اثناء الكي كان هيحصل ايه مش هشوف الجزء اللي تحت ده تكوي ولا لا انما كل ما كانت هسيه القطعة خفيفة كل ما اقدرت ان انا اشوف الناحية التانية من القماشة اللي بتتكوي وبالتالي اعرف اني اتفردت القماشة وتم كيها بمتاز سهولة ولكن الغرض الاول لهذه الفضرة هو منع اللي معاني اللي بيحصل نتيجة درجة الحرارة الايه المرتفعة نيجي بقى للجزء اللي بعد كده او الادال بعد كده من الادوات المساعدة للكي وهي لوحة الكوم ولما اجا تكلم عن لوحة الكوم هقول احنا عمالين نتكلم ان ازاي الاكوالة حطت لها وسات الكي ازاي الاجزاء بتاعت القطع ان انا احولها فبعد استخدم لها لوحة الكي ولوحة الكي المسطحة انا عندي كمان حاجة اسمها لوحة الكوم وزي ما احنا كلنا شايفين قدامنا هي لوحة بيتم عليها كي الاكمام عبارة زي ما احنا شايفين كده احنا لو بصنا الشيكام لو بصنا للصورة هي عبارة عن لوحين صغيرين يستخدموا عند كي الخياطات والتفاصيل الصغيرة زي الكمام والاساور وخطوط الرأبة يبقى انا عندي هنا ايه اللي بيحصل او هي عبارة عن ايه لوحة الكوم دي عبارة عن لوحين صغيرين اللحين دول مع بعض هم يعملوا قمة كده يستخدم لكي الخياطات والاكمام وخطوط الرأبة والاساور يبقى انا عليها بكوي الكوم من اسمها حتى لوحة الكوم ولو لاحظتوا هي شبه لوحة الكي قوي يعني تلاحظوا اللوحة هي عبارة عن جزئين لو لاحظتوا كده جزئين شبه لوحة الكي اللي كنا لسه بندرسها في الاول خالص هي برضو عبارة عن جزء مدبب وده ليه عشان يساعدني على ان انا ادخل الكوم فيها بسهولة الجزء الامام المدبب ده يساعدني على ان انا اقدر ادخل الجزء اللي انا عايزة كوي بسهولة فطبعا هي بتستخدم لكي الاكمام لكي الاساور خطوط الرقبة لان اقدر ادخل القطعة بتاعتي بمنتهى السهولة فيها وهي حتى من اسمها اسمها لوحة الايه لوحة الكوم ايه كمان من الاجزاء اللي بتساعدني في عملية الكي استوانة الحياكة والاستوانة دي عبارة عن ايه زي ما احنا شايفين كده استوانة شكلها دائري وهي استوانية صلبة تستخدم في كي الخياطات حيث يتدل القماش على جانبي الاستوانة يعني وانا مركب الاستوانة دي القماش هينزل مني النحيتين ولا يلامس المكوى ليه لمنع ظهور اثار للخياطات الداخلية على وجه القماش احنا بنرجع لقعدة الكي كل شوية الاء نفسي راجع عشان كاسمية قاعدة لان هي اللي همشي عليها في كل مراحل الكي بتاعتي هي الوسادة دي معمولة استوانية ليه عشان اثناء كي الاماكن او الجوانب بتاعتي الداخلية او الخياطات الداخلية للقطعة بتاعتي في حاجة مهمة جدا لما اجي ادخل فيها الوسادة الاستوانية دي باقي الاجزاء بتاعة القطعة اللي انا بكويها تبقى متدلئة او نزلة من الجوانب لا تلامس لا تلامس ايه لا تلامس المكوى ليه عشان الخياطات الجانبية اللي انا بكويها بنرجع تاني اهو ما تبنشي في القماشة ما تبنشي الخياطة خط في القطعة بتاعتي فانا بستخدم الوسادة دي علشان اكوي بيها الخياطات الجانبية لان هي بقدر احط عليها خط الخياطة الجانبي وباقية القطعة بتبقى نزمة من جانبين وبالتالي لما اجي اكوي الخط ده الخط ده مش هيعمل بصمة في باقي القطعة اللي هي موجودة عندي وده الغرض ايه؟ الغرض من وسادة الكي الاستوانية مش كده وبس انا عنتي من الادوات المساعدة كمان لسان الكي المدبب وده مصنوع من الخشب المتين ويستخدم في كي الخياطات المفتوحة في الاركات والاطراف ويستخدم هذا اللسان في تسطيح الخياطات تعالوا نراجع مع بعض الغرض من الكي في الحلقات السابقة نقول غلط من الكي ايه؟ برافو تسطيح الخياطات هي دي لوحة الكي المدبب او الموجودة عندي ده هو ده اللي بيستطح للخياطات يستطحها ازاي؟ انا دلوقتي لو جبت اي قطع قبل عملية الكي هلاحظ ان هي ايه؟ في بعض يعني الخيطة مجدودة شوي نتيجة ان المرحلة بتاعت الخياطة بتبقى سريعة فالخياطة ممكن الفتلة تبقى مجدودة كلنا بنعمل ايه بجامد جدا نعمل ايه؟ نروح مسكين الجانب بتاع الخياطة الشدين وجامد فكده الخياطة هتتفارد لا احنا قمنا كده بتقطيع الغرز بتاعت الخياطة يعني غرزة الخياطة الموجودة عندي عملنا فيها ايه؟ اطعناها نتيجة الشدة دي هي بسهولة جدا احطها على لوحة الكي المدببة وابتدي اسطح الخياطات فبص الاقي الخياطة اللي هي مجدودة دي عاملة زي التدكيك كده متدكيكة اتفردت ولذلك من الحاجات الجميلة اللي باستفاد من الكي فيها هو تسطيح الخياطات فرد الحتة بتاعت التدكيكة بتاعت الايه؟ الخياطة دي انا باستخدم فيها وقلنا ان هو بيصنع من الخشب زي ما احنا شايفينه ها قدامنا هو بيصنع من الخشب وزي ما احنا شايفين كده هو مدبب ليه؟ علشان بيتحط عليه الخياطات الجانبية وهو بيقوم بتسطيح هذه الخياطات كده احنا اتكلمنا عن الادوات اللي بتستخدم او الادوات المساعدة للايه؟ للكي تعالوا بقى نشوف ان بعد كل اللي عملنا ده لاحظوا كده احنا قلنا مراحل التفصيل ومراحل التشتيب بتمر على خمس مراحل خدناهم في اكثر من حلقة اللي هي كانت معدات اول حاجة اخذ المقاسات تاني حاجة اللي هو القص تاني حاجة تالت حاجة كان اخذ العلامات وبعدين عندي الكي وقلنا بعد كده هنخش في المرحلة الاخيرة اللي هي الخياطة او الحياكة ولكن قبلها هلاقي ان عندي مجموعة من الاجزاء او مجموعة من الادوات اكثر صحية للكلمة مجموعة من الادوات المساعدة هي برضو مساعدة في القص والخياطة ولكنها ادوات صغيرة زي ايه؟ اول حاجة سممت هذه المعدات للاسباب الاتية ايه هي؟ سرعة الانجاز ده الغرض من استخدام الادوات المساعدة اللي هي البسيطة ماشي؟ لان هي هتعمل ايه؟ فيه سرعة الانجاز الاداء الجيد توفير الوقت تاني هنرجع كده هي معدات اخرى مساعدة في القص والحياكة والكي يعني ما ياش معدات اساسية زي اللي فاتت لا هي معدات بتساعد في القص والكي والحياكة طب ايه الغرض منها؟ سرعة الانجاز هتساعدني في ان انا انجز القطع بتاعتي بسهولة وبسرعة الاداء الجيد توفير الوقت طب ايه هي بقى هذه الادوات المساعدة؟ يبقى السؤال هيجيني ازاي؟ ما هي الادوات المساعدة في الايه؟ في الحياكة وفي الكي لو انا عايزة افصل فيه ادوات مساعدة هتبقى موجودة عندي في الورشة؟ او لو انا عايزة اكوي فيه ادوات مساعدة ليه؟ او طب هو ايه الغرض منها؟ الغرض منها هتنجز لي العمل بسهولة هتخليني اوفر وقت وهتخليني اوفر جهد طب ايه هي هزيه الاجزاء المساعدة؟ هقوله واحد السنارة ايوه هي اسمها كده وهنعرف ليه؟ تاني حاجة الملقاط وهنعرف ليه وبعد كده السقالات او التقلات بالبلد دي كده وحنا بنتكلم في الورش هقول التقل ماسك الدبابيس يبقى انا عندي كام ادوات مساعدة اربعة السنارة الملقاط التقل التقل او السقالات وماسك الدبابيس تعالوا نمسك جزء جزء وهو اول جزء عندي اللي هي السنارة ويوجد منها نوعين السنارة يوجد منها نوعين من الكلمة من الاسم كلمة سنارة يعني هي تلتقط حاجة معينة عشان كده سميت بهذا الاسم لان اكيد في جزء منها ما تركف فيه خطاف الخطاف ده اكيد هو هيسحب حاجة صح؟ صح طب تعالوا نشوف هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساق طويلة لاحظوا كده ده من اسمها من اسمها انا ترجمت على طول ساق طويلة والساق ده موجود فيه سلك والسلك ده موجود في نهاية خطاف الخطاف ده اكيد بيلقط شيء عارفين بيعمل ايه؟ لو انا عندي كولة وخيطتها وعايز اقلبها على الوجه كل اللي هعمله انه هدخل السنارة دي اجيب لو انا عندي مثلا جزء عايز اركبه وخيطته والجزء ده مثلا رفاية صعب اننا اعمل ايه؟ اننا اللي قلبه هستخدم في السنارة يبقى السنارة عبارة عن ساق طويلة من السلك احد طرفيها مدبب والاخر ينتهي بخطاف صغير ويستخدم في قلب الحزام سمعين؟ على الوجه او اي قطعة رفاية سلك في طرفه مدبب والاخر ينتهي بخطاف زي مين؟ زي السنارة او سلك طرف ده مدبب الطرف ده في خطاف انا عايز دلوقتي مثلا اعمل حزام للقطعة بتاعتي ايا كان عايز اعمل لها حزام او كمر عارفيني الكمر بتاع الجيبة او بتاع بانطلون انا عايز خلاص خيطته عايز اقلبه هعمل ايه؟ ابدا هستخدم السنارة في تعديل القطعة دي من دهرها الى ايه؟ برافو الى وجهها وبسهولة عن طريق الخطاف المتركب او عن طريق الطرف اللي موجود في الخطاف الصغير النوع التاني من السنارة يصنع من الخشب او البلاستيك احد طرفية برضو مدبب يستخدم فيه تشكيل اطراف الاكوال والسنايات والجيوب يبقى انا عندي نوعين من السنارة النوع الاول عشان نقلب بيه الايه؟ ايوه بالضبط كده الاحزمة انقلها من الظهر الى الوجه النوع التاني اللي بيصنع من الخشب او البلاستيك هو نفس الشكل برضو مدبب من طرف والطرف التاني يوجد فيه الخطاف وهنا بستخدمه لقلب الايه؟ الكولة الاكوال بتاعتي الكولة دي لما بجا خياطها بتبقى على الظهر وبيبقى فاضل فيها جزء بس مفتوح عشان اقلب منه وبعد كده بدخلها الجوة وابتدي ان انا اعمل لها ايه؟ خياطة يبقى يستخدم فيه تشكيل هو النوع التاني من السنارة اطراف الاكوال والسنايات وكمان الجيوب تاني جزء عندي هو الملقاط وهنا الملقاط لازم على طول اتخيل اكيد هو فكين وبتسحب بيه طرف حاجة نفس الكلام يبقى انا من الكلمة ومن التسمية بتاعت هنقول انا محتاج بس الكلمة الاولى عشان اجيب بقى الشرح هنحافظ والله يفايل لا انت امسك بين اربط بين الجملة والكلمة بتاعت المسمى بتاعت هذا الجزء وانت هتقدر تجيب باقي التعريب بسهولة لو انت فاهمه او مذاكر فلما يقول لي الجزء او الادوات المساعدة للتفصيل وللكي هقول له الجزء اللي بعد كده هو الملقاط ويوجد في اخر الملقاط عين تساعد في تدكيق الشرائط والاستيك ويوجد نوع اخر يحتوي على دبوس اغلاق للامان عارفين انا دلوقتي لو عايز ادكك شيء باستيك تمام ايا كان بقى بانطلون ااا كوم مثلا انا عايز احط استيك هنا وابتدي ادككه فانا بستخدم هذا الملقاط اللي موجود في عين العين دي بيتركب فيها الاستيك وبعد الملقاط بيبقى موجود فيها زي زراع كده او زي دبوس اغلق بيه علشان ده ما يفلتش مني اثناء التدكيق وطبعا ده بستخدمه في تدكيق الشرائط والاستيك تمام نجي بقى للتقل او السقلات دي انا بس غرض منها ايه تثبيت النموذج بتاع البطرول احنا متفقين مع بعض ان انا عشان اعمل اي قطعة وفصلها الاول بعمل ايه باخد الاياس بقيس الاياس بتاعي وبعدين ابتدي انفز الموديل ده على الورق يعني بجيب الورق او الشفاف او ايا كانت الورق اللي انت هتستخدمه وابتدي اعمل عليه الموديل المطلوب مني عن تريد تقسيم المقاسات والتشغيل عليها عملت ضد التفصيل افرد القماش بتاعي وحط عليه البطرون بتاعي حلو الكلام حلو قوي طب اثناء التشغيل الورق ده بيتحرق الورق بتاع البطرون ده او البطرون بتاعي اللي انا فرده فوق القماش بيتحرق لأ مفيش مشكلة انا هستخدم التقل التقل ده هيعمل ايه هيوضع على البطرون اثناء الوضع على القماش علشان يمنع تحرك هذا البطرون اثناء التشغيل يعني هيعمل على تثبيت البطرون على القماش وبدأ بثبت البطرون هيبقى سهل جدا اننا يبتدي عملية الايه عملية القص يبقى السقل او السقلات الغرض منها تثبيت النموذج اللي هو البطرون في مكانه على القماش عند القص وهي توفر وقت تثبيت النموذج بالدبابيس يعني لو انا استخدمت الدبابيس للتثبيت هياخد مني وقت فانا بستخدم التقل او السقلات علشان خاطر اعمل ايه اخلي البطرون محطوط في مكانه فهيوفر لي وقت وهيوفر لي جهد نيجي للجزء اللي بعد كده اللي هو ماسك الدبابيس او المغناطيس اثناء ما احنا شغالين احنا محتاجين ان احنا لو دبسنا لو ما استخدمتش التقل اللي بثبت بالبطرون هبتدي استخدم الدبابيس لحظوا ان عبال ما عودة دبس ده هياخد مني وقت جميد اوي انما لما حط التقل خلاص وقت توفر والمجهود كمان توفر طب خلاص ما عنديش التقل ده خلاص اوكي تمام هستخدم الدبابيس انا مطلوب مني ان انا انزع الدبابيس دي بعد عملية القص او بعد الانتهاء من العمل بالبطرون طب الدبابيس دي ينفع ان انا سنقول ارميها كده في اي حتة لا هجيب لها حاجة اسمها ماسك الدبابيس في شكل مغناطيس لو تفتكروا لما خدنا قبل كده في الحلقات السابقة قلنا في عندي وسادة صغيرة كده اللي هي شبه الوسادة اللي بي محطوط فيها الساعة عارفيني الساعة تبقى ملفوفة كده على قطعة كده شبه الوسادة ايام استخدم الوسادة دي ايام استخدم المغناطيس الغرض منهم هما الاتنين انه هو احط عليه الدبابيس يعني لو الوسادة هلش افيه الدبابيس بتاعتي عشان اقدر استخدمها مرة اي مرة تانية وفي نفس الوقت ما تما تضعش مني وصعب ان انا اقلقيها فممكن تقع في الارض فتسبب اصابة او ان انا استخدم المغناطيس اللي هو ماسك الدبابيس وده بسهولة جدا انا لو ماسكت المغناطيس طاق 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 قدر انه هو يتسبت فيه مجموعة الدبابيس اللي انا ايه اللي انا استخدمتها ناخد بقى بك فكرة عامة احنا خدنا المراحل المهمة اللي هي بتمر على القطعة زي مرحلة القياس زي مرحلة القص مرحلة اغز العلامات مرحلة الكي اللي هي بتبقى بعد التفصيل تعالوا بقى ناخد فكرة عامة عن تصنيف مكينات الحياة المستخدمة في صناعة الملابس الجهزة اه انت خلاص عملت كل حاجة توصلت للمرحلة بتاعة الحياة هتخيط بقى كل الاجزاء اللي انت عملتها من اول ما بتديت تقيس المقاسات وانحنا كلنا بناخد في الصف الاول مادة تسمى رسم بطرون في الرسم الفني بتتعلم فيها ازاي تاخد المقاسات لو انت بتعمل جيبة او ازاي تاخد المقاسات في الترمي التاني عشان تعمل بانطلون وهكذا لما بتطلع تانية وثالثة فانت دلوقتي خدت المقاسات وعملت البطرون بتاعك وخدت العلامات وعرفت كمان الادوات اللي بتستخدم في الكي عشان احنا هنستخدم الكي بعد التفصيل تعال بقى فصل ما انت قصيت ما احنا اخدنا ادوات القص وقصينا الموديل بتاعنا تمام حطينا البطرون فردناها على منضط التفصيل وابتدينا نقص وخلاص القطعة بتاعتي قبل الكي جاهزة انها تتخيط ما هي الماكينات اللي بتقوم بالخياطة هل هي مكنة الخياطة اللي كلنا بنشوفها بتاعتنا بتاعت البيوت دي ولا في اختلاف يعني هل المكنة هو دا شكلها ولا كان فيه مكن قبل كده فيلا مع بعض ناخد فكرة عن تعدد اشكال مكينات الخياطة تتعدد اشكال واحجام مكينات الخياطة حسب تصميم كل مكنة والغرض منها فتنوعت وتطورت من اليدوية الى الميكانيكية الى استخدام الكمبيوتر ايه دا دا احنا طورنا في المكان يعني من بعد ما كانت المكانة العادية جدا كل اللي بتعملونها بتخيط بس بشكلها المعتاد لا دا احنا طورناها ابتدى ندخل عليها الاول كانت يدوية ابتدنا نزود عليها المطور فبقت ميكانيكية ابتدنا كمان نستخدم الكمبيوتر الله دا فيه تطوره ايوة فيه تطور هنبتدي بقى نقسم الماكينات دي من اول ما ابتدت لغاية ان وصلت الى استخدام الكمبيوتر حلوة اوي يلا يعني هنقسمها من حيث درجة الايه الالكترونية يعني هل هي قهربائية هل هي عادية هل هي فيها كمبيوتر اولا ماكينات الحياكة المسطحة العادية اللي كلنا بنستخدمها عندنا وفي بعض البيوت موجود فيها الماكينات دي والورج بتاعتنا في المدارس موجود فيها الماكينات دي هي ايه ماكينات الخياطة المسطحة اول نوع من الماكينات انا شفته وتواجد تاني نوع ماكينات الزجزاج وخلي بلكوا فيه ماكينات خياطة زاد عليها ان هي كمان تقدر تعملي بعض الورز وده التطور اللي حصل في ماكينات الايه ماكينات الخياطة ثالثا ماكينات نصف اوتوماتيك رابعا ماكينات اوتوماتيكية فيه حاجة تاني اه فيه خامس نوع من الانواع وهي ماكينات الكترونية يبقى انا عندي تنوعت وتعددت انواع ماكينات الخياطة العادية واصبحت من ماكينات خياطة مسطحة الى ماكينات زجزاج الى ماكينات نصف اوتوماتيك الى ماكينات اوتوماتيكية الى ماكينات الكترونية ولما اقول فرق بين الاوتوماتيك والالكتروني هنعرف بعد كده لما نشرح ماكينات ماكينات ان فيه عندي حاجة اسمها الكارت الممانط وده بيتم تسجيل الغرز عليه يوضع داخل الماكينات وبتقوم بعد كده بايه بتقوم بعد كده بان هي تنقل شكل الغرز حسب الاختيار او المطلوب على الايه على القطعة بتاعتي كل نوع من هذه الانواع يتضمن ماكينات منزلية زجزاج سرعة منخفضة وماكينات سريعة زجزاج انتاج سريع هو احنا ليه بنتطور في المكان ده احنا بنتطور في المكان ده علشان اولا المكان اليدوي كان بياخد مجهود يعني انا كنت بشغله الاول يدويا فبالتالي سرعة ايدي في بداية الشغل مش هتبقى زي السرعة في نهاية الشغل بالتدريج هلاقي دراعي بتادي وجعني وبالتالي سرعة المكانة بتادي التنخفض يبقى فيه تضييع للوق القطعة اللي ممكن قد تخيطها لو الالية اكتر بسرعة اكبر هبتدي ان انا في اليدوي هتبقى الوقت اكتر لاني انا بتعب في حيزة استريح دراعي وجه في حيزة ريح وهكذا فبتدينا نطورها ونضيف عليها لهو المطور علشان تبقى بتشتغل بالكهربا وبالتالي هنا السرعة بقيت اعلى وبالتالي انتاج القطعة ابتدى يبقى يبقى انتاج القطعة اسرع يبقى ما بقتش تاخد وقت لا انا بقى الانتاج عندي يقوم بطريقة اسرع وفر لي جهد وفر لي وقت وبالتالي اقدر اطلع انتاج اكتر وبالتالي اقدر استفيد من المنتج بتاعي في انه يدخل داخل اعلى وهكذا يبقى احنا كده في الحلقة دي خدنا ما هي الادوات المساعدة في الكي وخدنا كمان ما هي انواع الماكينات المستخدمة في الخياطة وتطورها وتنوعها ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله هناخد باقي الادوات وهنشوف بعننا مكنة الخياطة المسطحة شكلها ايه وبتتكون من ايه وايه الغرض منها اترككم في رعاية الله وبالتوفيق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة